السلام عليكم ورحبا بكم في قناة طبخة وتدبيرها مع مانا اللي رجعت لكم في وصفة جربتها وعجبتني حبيت نشاركها معكم وهي وصفة كبسة سورية هي وصفة تعتمد بالأساس على الأهرز نتمنى إن شاء الله هذا الوصفة تنال إعجابكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على إعجاب وتشاركوه مع أصدقائكم خليكم على الفيديو فرجة ممتعة أول خطوة رح نحط في قدر نحط كمية من زيت تقريبا نزوج مغارف الزيت مع مغارف كبير أسما نضيف لهم حبة بصل تكون متوسطة احنا ربيتها و لا تقضوا ترحيوها لا تخلوها شقط عشينا تاب الأساسي اللي راح نستعمله هو بهارات الكبسة أو لتوابل الكبسة هذا الكيس يتباع ٢٥٠ ألف في كمية كبيرة ينحجد لكم ممكن تصيبوه في فعولة بالمهم هذا هو التاب الأساسي اللي راح نخدم به حمسوا شوية هذا البصل في الزيت من بعد نضيف له ملح مغرف صغيرة ملح عود قرفة زجوا ورقة ترند حبيبات قرنفل تقريبا ستحت 7 حبات قرنفل نص مغرف صغيرة فلفل اكحل ومغرف من بهارات الكبسة وهي توابل الكبسة اللي وردها لكم في البداية ونبقى نحمص فيه ممعبا نضيف قطاع الدجاج حساب الرابط حبيبت استعمالي الأفخاد وستعمالي السلر ونضيف لهم حبة كبيرة طماطم نكون رابيتها في القيق باش تخرجوا قطاع كبيرة والأهم ما لازمش يكون فيها البودور ما لازمش تكون فيها زرعة ومغرف صغيرة طماطم العلب نحمص كل الشمليح باش الطماطش مطلق لشدق القرصية ونضيف لهم ونغطيها نخليها شوية تكتك فل بعد نعود تقريبا نزوج دقائق ونعود نفتح عليها ونضيف لها نضيف لها الفلفل أخضر نكون مقطعاته هذا الفلفل أخضر حلو نكون مقطعاته مكعبة صغيرة خاليط ما بين الحشيش ومعدنوس اللي هو القصبر المعدنوس يكون مقطع رقيق والثوم لا نسيت مقطعاته تقريبا ثلاث فصوص ثوم حتى أربع فصوص ثوم يكونوا مرافعين نخلط كامل هادو مع بعض ونخليهم يتقللوا شوية بعد نجيب لهم المهنة من الأحسن نستعملوا ما دافي ولا ما سخون فصوص ثوم بحسب كمية الأرز اللي راح أطيبوها نستعمل كيسان روز نستعمل أربع كيسان ونضيفوا لهادك شوية الربع بعد نجيب المهرق اللي راح نطيب فيه الأرز نضيف له كمية من الملح باش نعدل الملوحة وشوية من البهارات الكبسة باش نعزز بعمتها الكبسة نضيف ربع مغرب صغيرة كوركم ولا زعف فرن كيسان نضيف الأرز بسمتي الأرز بسمتي في المحتن أو الماء كامل شفف نضيف الأرز في المعرق نخلط في المرة الأولى لن يتعجن لأنه يتعجن نغطي عليه نضيفه على نار متوسطة نغطي عليه ونجعله يطيب الوقت اللي طيب فيه الأرز سنحضر سلسلة الدقوس هذه الحمرة اللي حضرتها مع الكبسة نحتاج حبة طماطم كبيرة تكون منزوعة البودور ومقطعة مكعبات عندي فلفل حار نوعين فلفل أحمر وفلفل أخضر يكون مفزوج حارين ثلاث فصوص ثوم عندي شوية حشيش ومعد نوس عندي كمية ململح رشاف الفلكحل عندي الخل مغرف كبير مغرف صغير طماطم مصبرة طماطيش تالي علب عندي زيت تقريبا زج مغارب حتى 3 مغارب كبار ممكن توصل حتى 4 مغارب حسب الطماطيش وضفت لها في الأخير مغرف صغيرة هريسة وضفت لها في الأخير نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات على النار قليلا حتى تنشف المال كامل طماطيش ويتغير لونها غامق لونها أحمر غامق تقدمها مع الكبسة هنا كما كانوا ترون الأهرز نبدأ تكون من المكونات قليلا ومن الأكثر قليلا كانت تشعر المكونات في هذه المرحلة نقص على النار تقريبا 5 دقائق بعد 10 دقائق نطفي النار و نجعل القدر مغطيه حتى يتشرب كامل و يجب الارس مشتت هذا هي وصفة كابسل سورية مشاهدة نتمنى ان شاء الله هذه الوصفة نلعجبكم بالنسبة للدجاج خليط بسيط فيه زيت شوية ماطم علب شوية كركم كركم ولا زعفران ففل لكحل نخلطهم مليح مع بعض و ندهم بهم سطح الدجاج و نضعهم في الفرن و نشعلهم من فوق حتى يتحمروا الارز هذا بعد ما زيئ بعد ما نطاب فرقته فيه في صاحن و زينته بشرائح اللوز اللي كنت قليدهم في الزيت واحد و زيتها عادي و زينته بالحشيش والمعدنس اللي كان مقطع في الرقيق من اللي كنت خلو منه شوية و قدمتها مع صلصات الدقوس ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة لبما تطورنا العجابكم يعني هي فرصة باش نغيروا كل مرة نجيبوا وصفة جديدة و ستطقون ابنينة بززف و مش رح تاخد بزف وقت هذا اهم حاجة انها ما تاخد بزف وقت خليكم ما نوقعكم إلى لقاء إلى فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله